وصفة النهاردة بيتزا صحية في منتهى الجمال بدون اي نوع من انواع دي ولا حتى ديقش وفان عالية البروتين وصعراتها قليلة جدا جدا وبمكون مستحيل يخطر على بال حد هتاكلوا البيتزا دي كلها وماش تتخنوا ولا اي حاجة وممكن نتعشى بيها والنم على طول تنفع وقت الزنقى لما يكلش عندنا ديقش وفان او ديقامح كامل او اي حاجة وبتطلع معايا في منتهى الجمال سهلة جدا وخطواتها مفيش احلى من كده بصوا كده تأملوا معايا جمالها يعني تستاهل مليون لايك عايزين تعرفوا عملتها ازاي ادوا لايك اول مرة تشوفي قناتي اعملوا اشتراك في القناة ويلا بينا على الخطوات والمقدير حالا هنبدأ كده مع بعضينا المكون السري معايا الارنبيت الارنبيت ايوة زي ما انتم اسمعتو كده الارنبيت اللي فويت كتير قوي ينتظر قدامك على الشاشة وكمان صعراته قليلة جدا جدا يعني معظمه فيبرز او الياف مفيش منه اي ضرر هجيب صمرة الارنبيت كده اللي عندي اهو وبعدين هبتدي ان انا اخلع الظهرات بطريقة دي حطوا بقى الكمية اللي انتم عاوزين يعني صعراته زي ما انتم شايفين لا تذكر فحطوا الكمية زي ما انتم عاوزين عايزين تعملوا مثلا بيزاية كبيرة صغيرة على حسب ما انتم عاوزين خلاص هاخد الارنبيت كده خسله كويس اوي 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 زي ما احنا شايفين وانا شوفه كويس وبعدين هجيب المبشرة اللي عندي ممكن ابشوره وممكن انا احطه في البلندر على طول على حسب ما انتم عاوزين بس انا هبشوره عشان خطر يبقى اي حبات صغنانة كده بيبقى اي شبه الرز كده اه الارنبيتة دي طبعا ناية مش مش شلقها ولا اي حاجة انا هبشور لغاية الظهرة كلها لما تخلص لكن مش هبشور الامع ده او العنقود ده مش هبشوره اه فاهمين هبتدي بقى ابشور كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده الكاميه زي ما قلتلكو زي ما انا عاوزة بالمنظر ده بصو جمالها تجنن بصو بصو جمدة جدا ويعفكة تنفع تبقى بديل للرز كمان عايز اقولكو يعني خلاص هيخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة وبيبقى الشكل ده زي ما احنا شايفين اه انا صفيته كويس جيبته حطته في شاشة وصفيته من المياه اللي فيه بس الخطوة دي للاسف ما صورتهاش انتو عملوا كده بعد ما تخلصوا الخطوة دي حطوه في شاشة او اي حاجة او مصفة ونزلوا المياه اللي فيه كلها تمام عشان بيتزاية تبقى مسكة نفسها كده وبقاش فيها مشاكل وحط بضاية واحدة بس عليها طبعا عشان اربط كل الكلام ده ببعضه وكمان اعلي نسبة البروتين فيها بصو وصفة سهلة جدا وما فياش اي افتكاسات ولا صعبة ولا بتحطوا حاجات غريبة فيها ولاي حاجة فلفل اسود ملح كمون طبعا لازم وطوم وبصل بودر وكوركم او كاري على حسن لا ده كاري وده كوركم حطوا معلقة سوارة من كل حاجة حطوا التواب اللي انت عاوزينها فاهمين قصدي وهنا بابريكا بالشكل ده كده وشوية من روز الماري اليابس او الناشف والزعتر او الأوريجانو واحط يعني يمكن حوالي ربما علاقة من البايكينج بودر بس يكون مليانة شوية بس خلاص ونقلب بقى كل الكلام ده تأكدوا يا جماعة ان الارنبيت المبشور ده ما فيهوش مية انا بقول لكم لازم انه صفيه كويس جدا جدا من المية كل ده والارنبيت ناي مش مسلوق خلاص العاجينة ما شاء الله بوصول لمتها وبقيت امر اهي هجيب بقى صانية هدهنها لازم هدهنها كويس عليها واسا ورق زبدة يكون افضل تمام وهنزل بالكمية اللي عند دي طبعا احنا ممكن خلاص دي بقى كده خبز بنسبنا من غبيزة هو كده بس احنا عايزين نعمل بيتزا فهنكمل طبعا الخطوة بتاعت البيتزا اللي احنا عارفين احنا كده عندنا القاعدة بتاعت البيتزا اللي احنا محتاجين السمك بقى عامل ازاي ما تبقاش سميكة اوي ولا رفعيعة اوي عشان قلبها بقاش معجن واطرافها تبقى نشفة فاهمين قصدي فكرة حلوة وفي نفس الوقت ما فاش اي نشويات او كرب يكون مؤزلينة او اي حاجة وزاي ما قالت لكم احنا ممكن نتعشى بها بالليل بصوا امر ازاي اخدها حطها في الفرن على درجة حرارة متين يعني ممكن بالزبط عشر دقايق او اتنشر دقيقة بالكتير وتبقى معايا بالمنظر ده ما تسبوهاش كتير عشان متحرقش منكم بصوا ممكن ناكلها كده على طول وممكن ده هنكمل معاها زي ما بنعمل اي بيتزا في الدنيا احط عليها لصوص بتاع البيتزا ده انا عاملها اه في البيت لو عايزين الطريقة احساب لكم اللينك ان شاء الله بتاعها في صندوق الوصف حطوا الكمية اللي انتوا عاوزينها ما فيش مشكلة عادي هو صوص صحي برضو او ممكن تجيبوا لولصوص الجاهز بتاع بار ما فيش اي مشكلة ناخد منهم علاقتين اتسناب بي جديل يعني وابتدي بقى ان انا ارس الطوپنج بتاعي عندي التماطن بالمنظر ده عايزين تعملوها مسلا بالجبنة بس عايزين تحطوا بقى اللي انتوا عاوزينها تونة سلامي بابروني صاصج بالبسترمة ينفع لحيب الفراخ باللحمة مفرومة اي حاجة الفكرة انها عندنا البيز بتاع البيتزا نفسه الطوپنجز بقى ده بتاعي تكونتوا يعني حطوا اللي انتوا عاوزينه فيها حط الففل بتاعي بالمنظر الامر ده رسوا بقى اللوحة زي ما انتوا عاوزين لان احنا عمليين حاجة صحي فعاوزين نخلي شكلها حلوة على قد ما نقتر مشروب ادوا فيديو لايك يا جماعة عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد بإذن الله وطبعا نعمل اشتراك وعلى فكرة انا عاملة في القناة هنا انواع بيتزا كتير اوي هسيب لكم قائمة تشغيل ان شاء الله في صندوق الوصف بمينيو البيتزا اللي انا عاملة عاملة انواع كتير اوي عاملة بالعدس وعملة بالديق الامح وعملة بالشوفان حاجات كتير اوي 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 ان شاء الله بإذن الله تبقى تستمتع وتشوفوا قائمة تشغيل دي عشان اللي مش بيحب القرنبية تقدر يعملها بأي طريقة تانية بيحبها حطت بصل زي ما احنا شايفين وانا عاملها بالتونة اللي موجود يعني بالشكل ده وحط عليها مترلة مترلة دينا عاملها في البيت بصوا جمالها سهلة اوي 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 عاملها من الجبن القريش ايوا زي ما انتم سمعتوا كده هسيب لكم ان شاء الله برضو الطريقة في صندوق الوصف عشان تشوفوا الحلقة وتعملوا عليها لايك تكتبوا لي تعليق حلو من تحلقاتكم الامر دي احط بقى منها براحتي خالص لان هي من الجبن القريش برضو كده تبقى هاي هاي ده يعني عشان ما موصلت لكم هتبقى لفل الوحش في البروتين فيها بيد وفيها الارنبيت وكمان جبن قريش على شكل مترلة حطت المترلة اللي انا عاملها دي فوق الوش كده بالكمية اللي انا عاوزها وحطها تحت الشواية مش احطها في الفرن بقى تحت الشواية بالضبط يعني اضبك المترلة تسيح وخلاص تبقى جهزة معي ده شكلها بعد ما طالتها من الفرن نقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل مع بعضين موسيقى 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 الفكرة ان هي مكوناتها كلها صحية لا فيش منها اي ضرر حاطينا عليها الطوبينجز اللي احنا بنحبها يعني هقول لكم مش بنسبة مليون في المية ان هي زي البيتزا اللي احنا بنأكلها وديق ابيض او ديق شفان او ديق امحة كامل بس الفكرة ان هي بنأكل حاجة صحية من الاف اليق وكمان وده اهم حاجة وفيها فيبرز وفيها حاجات كتير قوي قوي مفيدة يعني زي ما قلت لكم احنا ممكن نتعشى بيها والنام ممكن نفتر بيها نتغدى بيها في اي وقت بصوا جمالها حاجة بصراحة تجري يعني يا رب يا رب يكون حالة من ارادة تكون عجبتكو بتنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك وبحبكو جدا سلام